الويكان كل نهار حد من سبعة للاحداش نتاع الصباح مع أسامة سويعي على راديو ماد الويكان ارجع لكم في الويكان تسعة واربعة لراديو ماد تحية لكم انتم يتحقتوا بنا في الاستماع كيف العادة على فريقون سمتانة تفرجوا فينا زادها لايف على الباش فيسبوك راديو ماد يونيزي ويمفرما مشاريع ديجيتال ويمفرما نحكيه على حاجة يمكن الشباب ينجم يطور الخدمات سرتوء الرقمية مش نحكيه على مبادرة في ايطار رقمية البلديات برنامج محظلة مشاريع تشجع على مبادرات الخدمات الرقمية نحاول نفهم المشروع ذي بالضبط والفكرة هذي اللي فيها منظمات سواء كانت في تونس او منظمات دولية وحاضرة بحدانا خولة الباهي مرحبا يا خولة سبح النور مرحبا 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 خبني عحمد المانيا لبس لبس عليها لبس دعنا نحكيه شوي على ايطار متاعه بالضبط سرتوء انه الهدف متاعه هدف مهم برشا في وقتنا طوى ستوكي نحكيه على تطور الديجيتال والخدمات الرقمية صحيح بي سي سي دي فور تونيزيا والا ستسن سنتر ديجيتاليزايشن فور تونيزيا معناها الحلول التكنولوجية المركزة على المواطن هو برنامج برعاية لسنتر دي تترانسورماسي ان ديجيتال وسندولاجيز�يد مع شبكة المبتكرين المجتمعين اللي انا انمثله وهو في ايطار برنامج كبير تقوم به بالجيزاد اللي هو ديجيتال فوري فورمس الفكرة كانت في ايطار انه كيفاش ن نجمو نرقمنو الخدمات البلدية والخدمات العامة بصفة عامة ولكن من منظور المواطن المواطن هو نفهمه شنو الاحتياجات متاعه الأساسية شنو ما نقائس في طريقة المعاملة متاعه مع البلديات وإلا مع الانستيطوشيون بوبليكة وعلى أساس هذك نخلق حلول رقمية ونخلق دي سوليشون تكنولوجيك بيش يتم فيها المعاملة وتسهل خاصة الانتراكسيون ومبين المواطن والانستيطوشيون بوبليكة وإلا البلديات معتها الهنين باش نفع من كلمك اللي المواطن هو محور الموضوع الكل صحيح صحيح هو محور هو السنتر متاع البروجي الكل في التصور المشروع أولا وزادة في المشروع الفكرة فاني مرحلة المشروع الكل هو فيه أربع مراحل المرحلة الأولى هي حاولنا نعمل على لزي نيسياتيفة اللي صاروا في تونس وكان فيهم تدخل من مثلا الاستخدام اللي عندهم دي سيربيز ديجيتال ولي هما خدموا قبل مع بلديات ولا مع مؤسسات حكومية صحيح هذوكم عملنا لهم مابينج المابينج في المراحلة النهائية متاعوا باش يتم الإعلان عنه الكل باش النجم نستعملوه في إطار المشروع هذي وفي إطار مشاريع أخرى موفى آخر جوان آخر جوان المابينج هذك تحصلنا على كثير من الغطوخ سور إكسبرينس معناها اللي استخدام برغ اللي خدموا مع البلديات كيمة بلديات نيبل مثلا ثور سيستم بلديات بنزرت بلديات راس جبل بلديات كرتاج بلديات المرسا هذو ما الكل ديجا عملنا معهم في مرحلة ثانية عملنا معهم ورشات تشيروكية جمعة لفتت وهذا هي كي تكمل المرحلة الأولى هذي هي المرحلة الأولى متاع المشروع المرحلة الثانية رنسينا أنا بلا كوندداتيو باش نستقبلوا ليسوليسيون والحلول التقنية اللي جاية من عند ومن عند باش يحسنوا من الخدمات الرقمية اللي هي سنتخي سيطويا باش تتم عملية السيلكسيون بتاحهم باش نخدموا معا عشرة دونك ديس إنوفاتور ديجيتال في الجمهورية التونسية يا الكل معنى ها منش محصورين بأي بلاسة باش نخدموا معاهم ما بين ثلاثة واربعة أشهر على إنهم السوليسيون اللي هم مثلا نخدموها كانوا يخدموا بها البزنس تو بزنس ويحب هو توقع لك إنا نحب الحل هذيك النجم نعطيه للبلديات ولا النجم نعطيه للسينا السيس ولا النجم نعطيه للكنام دونك يجي معانا فالبرنامج هذيه باش تصير لعملية الاكمبانيمن وعملية إنو البرودوية متاعو يوالي أدابتابل يوالي أدابتابل للبزوان متاع السيطوين والبزوان متاع المؤسسة اللي هو يحب يخدم معاها به سمحني أنا بشكوص عليك في حاجة واحدة الواعي متاع المواطن والواعي متاع الإدارة ينجم يتعاملوا مع هذه الكل ما ويقول لك هو أول الخطوة أسعب خطوة هذه الجملة اللي أنا بديت بها اللاتو اللي قلت لهم رانا أحنا ما زلنا بدينا على حاجة اللي بش نشوفوا الغطنبين بتاحها نحكيوا خمسة ولا عشرة سنين القدام أما هيت خلنا بديو ولا رانا كن ما نبديوش أحنا من الزيكسبرينسة اللي ديجا نشحو ولا ما نشحوش زيدا خطو حتى كن منجحش حاجة انتريسان طني نتعلم منها وقتها من نجموش لنقربو هال المقاربات المواطن والمقاربات ما بينها معناها الإدارة وزيدة لانتربرنور خطر العلاقة هذية علاقة ثلاثية صحيح ما معتها ثلاثة دومة لازم يمشيوا فرد اثنية مع بعضهم يعرفوا يحكيوا مع بعضهم سعة ويعرفوا يفهموا بعضهم معناها هما في مرحلة أولا هذه المرحلة الأولى يعرفوا يحكيوا مع بعضهم يعرفوا يفهموا بعضهم ويعرفوا زيدة ily أنا كونتربرنور شننجم نقدم للإدارة والإدارة تفهمني أنا كونتربرنور كيفاش تتعامل معايا لبروسيدور الكل معناها انتغم دو تخافاي وكيفاش المواطن زيدة هو بش يكون في وسط هالبروسيد بش يعلق باش يثري وباش هو يديزايني هال الحلول هالتكنولوجية اللي هو في الأخير باش يستعملها صحيح ومن هنا يبدأ إذا وصلنا أحنا للمرحلة المهمة لمرحلة تستعمل بالنسبة لثلاثة أطراف نساول وقت المشروع نقلو عليه نجاح سيسا أحنا المرحلة المعني هالمشروع متاعنا نحب ونأخذو هاللي إنوفاتور ديجيتو اللي عندهم أن بروديو تكنيك وإلا في مرحلة إنو ساي إلى ديفلوبي سا ونعملو له أدابتاسيان للإحتياجات المواطن وزيد التطلعات البلدية والتطلعات المؤسسة الحكومية نعملوه بروتوتيب ديجيتال نجربوه مع المواطن ونقولو في آخر العشر شهر ولا الثناشة شهر ووالا عن عشر حلول رقمية مبنية على أساس لبزوان ديتكتة دي تخوى بارتي إي فانكسيونال نكتوى وقايت باش ننبلمانتيو هالحلول اللي جاية ملوطة معناها من عند المواطن ومن عند البلدية وإلا المؤسسة الحكومية هو المشروع معتا أنكور معتا مازال معتا العبادي نجمو معتا الشباب اللي عندهم لستارتاب ولا عندهم لزابليكاسيان ولا أي حاج أي فكرة ينجموش يلكم هو إننا ذكر عليش إننا جاي اليوم هني الغاديو ميدو مرسي على الأخير على الاستدافة إنو لابلا كوندداتور باش بورسيلكسيوني اللي ديسي نوفاتور ديجيتال إلي لانسي دي دلاين متاعو يوفا خمساش جوان فما ان فورمولار معناها ما فيهش فيها ماكسيموم يضهولي عشرة أسلا باش تجيوبونا على الالدسكريبتيف متاع السوليسيون ديجيتال اللي انتو ما تخدموا فيها ولا بتاتغ تحبوا تخدموها وإلي تخيز انتريسان تنجموا تدخلوا تعمروا الفورمولار على شبكة المبتاكلين المجتمعيين ولا سوشال انو فيتر ناتورك الباش فيسبوك وزالي تخوفي لفاوم وإحنا توا معناها قاعدين نحبوا نوصلوا لأكثر عباد موجودين عندهم هالحلول الرقمية ويحب يقول لكينا إني نخدم مع مؤسسة حكومية ونخدم مع المواطن ونحكيو ديجيتال هذي كبير برشا أما إنا نحب ناخدو يعني بالحق الناس قال لي معناها مهتمة إنها باش تكون معانا في البرنامج هذية من الأول كانك ما عندكش طول بال وماكش مستعد معناها إنك تكون في تشالنج وتحب باريزامبل دي رتنبه أكور ترم معنا هذي تحدي كبير معنا لازمو صبر وحنا دي ما نحكيو على الخدمات الرقمية هذي في تونس اللي مهمة برشا في الوقت ذا ولينا وقت الكورونا كيفاش كل شي تخدم في الدجيتال قبال عشر يه من انتهاء المدة من انتهاء إنو الناس اللي عندها ومهتمة بالمشروع ذا إنها تنجم تشارك فما عدد بعي وصولل لكم التاوى احنا بدينا لانسين1850 ودجا اللي ردينا نعمل فنو في الماپ ينج وكنات لإددتيشات طخنا wa حيتم يمكن krم اللي يقلك إنا هناك 20 أو 30 أبليكيات في الوقت التي كانت جميلة جميلة وكانت إدانتيفكياتهم على خطر هؤلاء في هذه الأثنية التي يقل لك أن نعطي الحلول المتاعي للبلادية وإلا للمؤسسة الحكومية نعمل معهم بلوت مثلا نعمل معهم بلوت نعمل معهم بلوت وبعدين هاكي البلوت اللي إنا خدمتو بزنس دو جاورمت باركزامل نجم نصدرو الأماكن أخرى في إفريقيا في أوروبا وإلا في غيرو ووالا دونك نعمل ندانتفير دي بخوج انتريسان أما ننصحكم كنكم مهتمين إنكم تكونوا من العشرة Digital Innovator معانا في البرنامج هذي عمروا الفورمولير نحن نقوم بعمل على شبك المبتكرين المجتمعيين لدينا كلب هاوس نحن نقوم بشكل 3-4 جهر دي ريونيو كلب هاوس باش نزيدو نفسرو و باش نزيدو نقربو شنو اللي في انتريسان هالبروغرام دانكوباسيون نحن نعرف بشكل 2 موجودين بكثرة معانا في الليو كلب هاوس صحيح قاعدين يتبعوا قاعدين يعملوا في حاجة حاجة مزيانة برشة قبل ما نختم معاك خاولة انت تعيش البرة في ألمانيا نفس التمشي هدا موجود عندهم هما هما سبقون هما فاتونا في برشة حاجات يقول قايل معانا ألمانيا بلاد الكاليتي بلاد برشة حاجات معانا متطورة وين وصلوا؟ نج من فيش اكرهوا بالإجابة متاعي ما وصلوش في كل ما هو ترانسفورمسيون ديجيتال وإلا كل ما هو معناها العالم هذيك كي نحكي ترانسفورمسيون ديجيتال سنتري اندوستري معناها الشركات الماشينباو معناها التكنولوجيا كل شيء السيناء السيناء عندهم معناها الألمان معروفين وهمهمهمهمهمهمهمهمهم مع مع تلك المؤكسين الماهمة مع معناها ومع ذلك نحكي ترانسفورمسيون ديجيتال ويطلبون هما يقول لاندوستري 4.0 ونحكي ترانسفورمسيون ديجيتال لاندوستري ألمانيا بيونيار ولكن نحكي يترانسفورمسيون وعليق مواطنو عليق إدارة والعالم هذيك الكل يبعد علينا كم بالصبر كيفاش هم صحيح معنا في إداراتهم عندهم دي بروسس بيان دي ترميني بيان ستركتوري تاخذ الانديفو متاعك تاخذ ان ليني عندك تيكي تجي قبل بوقتك ب 15 دقيقة تتخل في وقتك هذيك الكل موجود هذيك الكل منظم ولكن الاحتياجات الحقيقية للمواطن البين بوينت معناها انا مثلا مواطن تتخلص حاجة تتشري تتشري وتتخلص ان ليني و هذيك الكل مريد لما نحكي انا على البرامج اللي كينكولو راو انتراكشون اوك لسيطوين معناها لسيطوين ستن اكتور اكتف دون لبروسس دو برس دو دي سيزيان هم مزالو وهيه بارتي يسر متعلقة بالانوذيان والانوذيان اوورت اوك لسيطوين ماشينا لها انا نعيش في برلين نحكم كنا على كان على السيستام اللي انا نشوف فيها اللي هو في برلين هما ماشينا لها اما نحبكم معناها هني كيما قلت لان دوستخي امورهم واضحة ولكن في كل ما هما يتعلق بالستسن انتراكشن والابتكار مع المواطن ممكن احنا كان نزربوا شوية نجموا نسبقوهم في برشة مجالات خيبيا نعطيو رانديو اللي يسمع فينا اوفلاين مع بلدية راس جبل اتالي المشروع هذا ياتيك صحة خولة ماركي بكو البيه ياتيك صحة على كل هذه التفسير رجل معكم بعد الفاصلة